وسط هذه الاجواء الوطنية التي تتزين بها سماء السلطنة يأتي افتتاح مبنى ادارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بجنوب الشرقية ليضافى الى منجزات النهضة المباركة هذا مشروع خام في الحقيقة سيحقق زيادة كبيرة في الطاقة التخزينية لسلع الهدائية الاساسية وطرق حديثة وكذلك يغطي منطقة جغرافية هامة من مناطق السلطنة وبالتحالي يحقق نوع التوازن في توفير السلع الاغذائية في حالات الطوارئ فبالتالي يحقق الصورة الشمولية الكلية لمنظومة الامن الغذائي للسلطنة يتكون المبنى من تسعة مخازن منها مخزنان تم تجهيزهما مع التكيف بالاضافة الى مكاتب للادارة ومصلى وسكن للعمال ومحلات تجارية ومهبط للطائرات المروحية لتسهيل عملية نقل السلع الغذائية سيعمل هذا على استقرار السلع وايضا توازن وثبات اسعارها وايضا توفير السلع الاساسية والاستهلاكية لكل ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة بمساحة تخزينية بلغت عشرين الف متر مربع تتسع مخازن الهيئة لواحد وثلاثين الف طن من المواد الغذائية المتنوعة هذا المشروع يتكون من تسعة مخازن لتخزين السلع الغذائية الاساسية السعة التخزينية لهذا المشروع تقدر بحوالي واحد ثلاثين الف طن من السلع الغذائية الاساسية هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع الاستراتيجية الهامة في مجال الامن الغذائي في السلطنة والتي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات السلطنة الموزعين الحاليين الموجودين معنا بالادارة تقريبا فوق الـ 25 موزع موزعين على هذه الولايات في محافظة جنوب الشرقية وشمال الشرقية وكذلك الوسطى يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن مشاريع الخطة الانمائية الثامنة للهيئة والتي خصص لها اكثر من 28 مليون ريال عماني لتوسيع وبناء مخازن متنوعة قيمة جديدة تضاف لمنجزات هذا الوطن بافتتاح هذا المشروع الذي يعد رافدا حقيقيا لولايات محافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى احمد بن محمد المعمري من ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية